اشتركوا في القناة وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري السلام عليكم معالي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أرحب بك وأرحب بأحبة المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة اللهم أمين وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط 05-01-7855-36 على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج السائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة آخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري يسأل بارك الله فيكم كيف نستخرج بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن هذا الحديث حديث عظيم وهو صحيح الإسناد من الأحاديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها المسلم أخ المسلم هذه أخوة تعاضد وأخوة محبة وتعاون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقد قال تعالى إنما المؤمنون يخوة فأصلح بين أخويكم وقوله هنا لا يظلمه أي لا يعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء سواء في الأمور المالية فلا يأكل ماله بغير حق ولا يتلف شيئا مما يملكه وهكذا لا يعتدي عليه في عرضه ولا في النيل من سمعته وقوله هنا ولا يسلمه أي لا يمكن الآخرين من ظلمه بل يقف مدافعا حاجزا للظلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا هذه نصرته هو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم قال بأن تحجزه عن الظلم وقوله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فهذا بيان للترغيب في وقوف الإنسان مع إخوانه مساعدا لهم داعما لهم سواء كانت هذه الحاجة من الحاجات المالية أو الحاجات النفسية أو الحاجات الاجتماعية كما لو أصلح له ولده أو تدخل للصلح بينه وبين غيره وقوله في هذا الحديث كان الله في حاجته بيان وجه المقابلة وبيان أن الجزاء من جنس العمل وقوله هنا من سترى مسر من ستره الله في الدنيا والآخرة أي أن من لم يقم بالحديث عن معايب الآخرين سواء في الذنوب التي أقدموا عليها أو في النكبات والمصائب التي لا يريدون الحديث عنها أو بنسبة ما لا يحسن إليهم فمن سترى هذه الأمور فإن الله تعالى يستره ولا يفضحه ويتجاوز عن خطأه وقوله في هذا الحديث ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أي أن الله تعالى يؤيد بنصره وبتمكينه وبالوقوف معه أولئك الذين يتقربون إلى الله بمناصرة أخوانهم فهذا حديث عظيم الشأن ينبغي بالإنسان أن يمتثي له وأن يجعله بين عينيه في كل تصرف يريد الإقدام عليه نعم بارك الله فيكم وبالنسبة لمن وقوله صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلمين كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ما المقصود بالكربة هنا؟ نعم المراد بالكربة الشدائد التي تلحق الناس قد تكون هذه الشدائد في الأمور المالية كمن يمر بضايقة مالية وقد تكون في الأمور النفسية كمن أتى شيء من ما يحرج عليه نفسه كالاكتئاب ومرض العزلة والشكوك التي تنتاب الإنسان وقد تكون هذه الكربة في الأمور الأسرية والاجتماعية كما في التقاطع والتهاجر والمشاكل التي تحدث بين الناس وقد تكون تلك الكربة بمصيبة تلحق بالإنسان في وظيفته أو في غير ذلك مما يحتاج معه إلى كلمة طيبة تسلي خاطرة وتجعله بعيداً عن الهموم قريباً إلى الترتيب والتخطيط لإزالة هذه الضائقة الذي حل به يقول السائل في المطار مسافر ووقت الوصول بعد دخول وقت صلاة العشاء هل يجوز لي جمع المغرب مع العشاء وما حكم قصر العشاء إذا كان هذا المطار خارج البنيان فحينئذ يعد الإنسان قد سافر وبالتالي يجوز له أن يجمع وأن يقصر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأما إذا كان المطار داخل بنيان البلد الذي يسكنه الإنسان فالأصل أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة حينئذ لأنه لم يضرب في الأرض بعده وأما بالنسبة للجمع فإن كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى البلد الآخر المسافر إليه وقد بقي من الوقت بقية فإنه يؤجل الصلاة إلى تلك البقية وأما إذا غلب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء الصلاة في وقتها المختار فلا حرض عليه حينئذ أن يقدم الصلاة صلاة العشاء ليصليها مع المغرب ولكن إذا كان المطار في البلد فإنه يتمها ويصليها بأربع ركعات نعم سؤاله الآخر يقول ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة إذا كان الإنسان يتمكن من أداء الصلاة صلاة الفريضة في الأرض فهو أحسن وأولى لأنه يطمئن بذلك ويتمكن من أداء جميع أركان الصلاة بسهولة ويسهل وإن كان لا يتمكن من ذلك جاز له أن يصليها في الطائرة وصلاته في الطائرة على قدر قدرته ومدى استطاعته إن تمكن أن يصليها كاملة بأركانها صلها كذلك وإن لم يتمكن صلاة يؤدي فيها من الأركان ما يستطيعه فمن عجز عن الركوع سقط عنه ويومئ إليه ومن عجز عن السجود سقط عنه ويومئ إليه وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول الإبن رضع من أم الأم لمدة يوم كامل هل يجوز للإبن الزواج من ابنة الخال؟ لا يجوز له أن يتزوج من ابنة خاله لأنه أصبح عماً لها من الرضاعة فإنه لما رضع من جدته أصبح أبناء الجدة إخوانا له من الرضاعة وأصبحت بناتهم بنات أخ بالنسبة له ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بابنة أخيه هذه سائلة تقول هل يجوز صرف الزكاة إلى الزوجي حيث إن عليه قروضاً وأقصاطاً شهرية عالية ولا يستطيع تلبية أغراض المنزل والأبناء؟ جمهور أهل العلم على أن الزوجة لا يجوز لها أن تصرف زكاة مالها لزوجها لأنه مطالب بأن ينفق عليها فلو أدته واتته من زكاة مالها لكان في ذلك منفعة لها وقد ورد في حديث زينب أنها سألته عن إعطائها لزوجها ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث في صدقة التطوع لا في الزكاة الواجبة ولذا فإنه لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها أحسن الله عليكم نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري معالي الشيخ بارك الله فيكم هذا يسأل عن تفسير الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليلة والنهار متفق عليه هذا الحديث حديث متفق عليه فهو حديث ثابت صحيح وقوله يؤذيني ابن آدم ليس فيه أن الله يتضرر بما يكون من الخلق فإن الله تعالى هو الغني ولا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى وإن كان يحبها ويحب أهلها وقوله يؤذين ابن آدم أي أنه يتكلم بكلام غير لائق لا مناسبة له ولا صحة فيه وقوله يسب الدهر أي أن الإنسان يسب الدنيا ويسب ما فيها من الوقائع والحوادث وهذه الوقائع تدبير رب العزة والجلال فإذا سب الإنسان الدهر كأنه سب الله تعالى وكأنه نسب الوقائع إلى غير مدبرها سبحانه وتعالى ثم قال وأنا الدهر وفي بعض الروايات قلب الليلة والنهار أي لما كان متصرفا في الكون وهو الذي يجري أمور الناس في دنياهم قال وأنا الدهر أي أن المتولي له والمدبر لأمره فمن سبه فكأنه سب خالقه سبحانه وتعالى وقوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار ولذلك على الإنسان أن يكون راضيا عن الله جل وعلا فيما يقدره من المقادير الكونية كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وليعلم العبد بأن كل قضاء يقضيه الله عليه فهو خير له ومصلحة له ومن هنا فعليه أن يلتزم بطاعة الله جل وعلا والسير على وفق ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم هذا يسأل يقول طلب مني صديق قرضا ماليا لتمويل مشروعا له على أن يسدد المبلغ بعد ثلاثة أشهر مع نسبة أرباح من المشروع ما حكم هذه المعاملة وهل تدخل في الرباء هناك معاملة يقال لها المضاربة وهلو من أنواع الشركات يدفع الإنسان فيه مالا لشخص ليتجر فيه ويعمل فيه بعمله فأحدهما شارك بماله والآخر شارك بالعمل ويكون بينهم عقد يقتسمون الأرباح فيه بنسبة يتفقون عليها وإذا حصل هناك خسارة خسر صاحب العمل عمله وخسر صاحب المال ماله فهذا النوع من أنواع التعامل جائز ولا حرج فيه وأما إذا كان المقصود بالسؤال أن يعطي إنسانا مالا ليتجر فيه وقد حُدِّدت له نسبة الربح وضمِن له العامل ألا يخسر فهذا النوع من أنواع التعامل ليس من الأمور الجائزة بل هو من الأمور المحرمة الممنوع منها نعم بارك الله فيكم السائل يقول عندي مزرعة نخل وبعت التمر بقيمة 85 ألف ريال هل أخرج الزكاة من المبلغ أم من التمر نفسه الأصل في الزكاة أن تجيب في الخارج من الأرض بنفسه لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولكن لو قدر أن الإنسان باع محصوله بقيمة هذا المحصول في السوق فلا بأس أن يخرج الزكاة من هذا المال النقدي الذي حصله من بيع هذه التمر ولكن لو قدر أنه باع هذا التمر بثمن أقل ليس بالثمن المعتاد فإنه إذا أراد أن يخرج الزكاة من النقد فإنه يعتبر بقيمة ذلك التمر في السوق هل شرب الماء أثناء خطبة الجمعة يعتبر من الإنشغال واللغوب نعم جاء في الحديث النهي عن الكلام وعن الحركة في الحصى ونحوه ولم يرد دليل يدل على المنع من شرب الماء لكن بعض أهل العلم قالوا فيه اشتغال وبالتالي فإنهم يقيسون شرب الماء على الأفعال السابقة التي ورد النهي فيها فهذا قول طائفة من أهل العلم بينما رأى آخرون أن شرب الماء لا يدخل فيما ورد فيه الحديث من النهي عن العبث والحركة في أثناء خطبة الجمعة أم نذرت إن شف الله سبحانه وتعالى ابنها بأن تذبح وتعزم عليها الأقارب السؤال هل يجوز أن تذبح وتوزع اللحم عليهم دون دعوتهم واجتماعهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وما دامت نذرة أن تذبح وأن تطع مجيرانها فإنها يجب عليها الوفاء بنذرها لا صلو في النذر أن يفسر بنية قائلة إن قامت عليه قرينة وإلا فيفسر بمقتضى ما يتعارف الناس عليه أو بالمفهوم الشرعي لذلك الخطاب الذي تكلم به مشكلة انفصال الزوجين سواء بالطلاق أو بالخلع والاستعجال في الإجراء وعدم التحمل والصبر والتفكير في مصير الأسرة والأبناء والأثار المترتبة على ذلك نأمل التوجيه أولا عقد الزواج عقد عظيم وهو من القربات التي يتقرب بها لله تعالى وقد قال تعالى وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى تقويم العلاقة الزوجية وتمتين أواصر التواصل فيها وليتذكر الإنسان امتنان الله تعالى على الناس بوجود الحياة الزوجية كما في قوله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وهكذا يستشعر الإنسان فضل الله عليه بنعمة وجود البيت الزوجي ومن هنا على كل واحد من الزوجين أن يتقرب إلى الله تعالى بما يدعم هذه العلاقة وبما يحفظ أواصرها وقد ذكر الله جل وعلا أن من شأن الشياطين والسحرة أن يسعوا إلى التفريق بين الأزواج كما في قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد ورد في الصحيح أن الشيطان يأتيه أتباعه فيقول قائلهم ما زلت بفلان حتى عمل المعصية الفلانية فيقول ما عملت شيئا ما يفتوى أن يعود إلى الله فيأتيه شيطان فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول الشيطان أنت أنت ويدنيه من مجلسه ولذلك على كل واحد من الزوجين أن يحترم الآخر وعلى كل واحد منهما أن يتحمل ما يكونه من المخالفة ولذى من صاحبه وعلى كل واحد منهما أن يسعى إليه كرام الآخر وعلى كل واحد منهما أن يحفظ لسانه عند حديثه مع صاحبه وعلى كل واحد منهما أن يخاف الله تعالى في صاحبه فتخاف المرأة من الله في زوجها ويخاف الزوج من الله في زوجته يتقربون بذلك لله تعالى وإذا علم الإنسان ما يكون على العبد من الآثار السيئة بسبب الفرقة الزوجية دعاه ذلك إلى احترام هذه العلاقة وعلى كل واحد من الزوجين أن يحسن التعامل مع الآخر قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ومن هنا على كل واحد من الزوجين أن يستشعر أن العلاقة الزوجية قربة وطاعة يعبد الله تعالى بها فيبذل الأسباب المؤدية إلى تمتين العلاقة بين الزوجين وإحسان التعامل فيما بينهما وكم من وسره ضاع أبناؤها بسبب تفرق الزوجين وانفصالهما أحسن الله إليكم يا شيخ بارك الله فيكم على ما قدمتم في هذه الحلقة بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك ونشكر لفريق العمل جزاكم الله خيرا وأسعدكم الله كما نشكر لأخوتي المشاهدين الكرام أسأل الله لهم التوفيق وأسأل الله أن يجعل حياتهم حياة سعيدة مستقرة كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين صلاحا في ذراريهم وهناة في حياتهم وتيسيرا في أمورهم وسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والسداد والإعانة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم مبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم مع للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءٍ مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر